يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إذا كان مريداً للتزوج منها استثناءاً للحالة العامة حيث أن الحالة العامة هي عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية ولكن استثناء من ذلك موارد منها ما لو أراد الرجل أن يتزوج من المرأة فإنه يجوز له أن ينظر إليها قبل أن يتخذ قرار الزواج منها أو عدم الزواج ذهب عدد وازن من الفقهاء بل هو المشهور بينهم أنه يجوز النظر إلى ما هو أوسع من ذلك فيجوز للرجل أن ينظر إلى محاسن المرأة التي يريد التزوج منها فيجوز له أن ينظر إلى شيء من شعرها أو إلى شعرها كما يجوز له أن ينظر إلى معاصمها والمعاصم المعصم هو موضع السوار الرسع يعني فوق الكف الموضع الذي تضع فيه المرأة سوارها هذا المقدار أيضا يجوز للرجل أن ينظر إليه الرسع هنا تضع المرأة السوار هذا المقدار يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة أن ينظر إلى هذا الموضع إذا كان مريدا للزواج منها ويجوز النظر إلى رقبتها أيضا إلى ما ظهر من عنقها كما يجوز النظر إلى قدميها بل وإلى موضع الخلخال وهو أسفل الساقي طبعا المرأة يجب عليها أن تسترى قد ظاهر قدميها عن الرجل الأجنبي أي في الحالة في الحالة العامة لا يجوز للمرأة هذا يغفل عنه الكثير من المؤمنات تحسب أنه يجوز لها أن تكشف عن ظاهر قدميها لذلك قد تخرج دون جورب أو تخرج وتكون ثيابها أعلى من مستوى ظاهر القدمين دون أن تلبس الجورب فيظهر ظاهر قدميها إلى الرجل الأجنبي وهذا محرم فيجوز للرجل أن ينظر إلى ظاهر القدمين وإلى باطنهما كما يجوز له أن ينظر إلى أسفل الساقين يعني موضع الخلخال كموضع السوار من اليد كذلك موضع الخلخال هذه الموضع التي أجاز الفقهاء أن ينظر إليها الرجل الأجنبي إذا أرادت تزوج من امرأة معينة كما يجوز له أن ينظر إليها وهي قائمة ليتعرف على طولها وليتعرف على أرضها هذا هو المقدار الذي يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط هو الاقتصار على القدر المتيقن الذي به يتم الإطلاع على حال المرأة وهو النظر إلى الوجه والكفين ظاهر الكفين باطن الكفين وكذلك الوجه ولا مانع من أن ينظر إليهما إلى الكفين وإلى الوجه ويتأمل فيه لا بأس بذلك في هذا المورد بالخصوص